بصبري يعني خلينا أبدأ معاك الموسم طويل جداً الحقيقة لكن خلينا أبدأ بقرار اعتذار لأنه أنا أحب الحلقات اللي زي دي لأن الحلقات دي أو الحلقات دي التلفزيون ببقى فيها توثيق يعني أنا لما اتغلبنا من السانداونز كلنا وقفنا مع بعض بعدها وكذا فجبت الحلقات دي موثقة مع جمهور الأهلي وقفت جمهور الأهلي وقفت أعلام الأهلي وقفت خليتنا نرجع نبقى نحتفل بهذه البطول والسبب الرئيسي كان الأجازة اللي خدناها من السنة اللي قبلها صحيح السنة دي الاعتدار عن البطول العربية أنا بأعتقد أنه هو نفس الفكرة وجاية نظري ما عرفش إيه رأيك بالتأكيد هو كان قرار ممطقي جداً وحكيم يعني فكرة أن أنت ما تلحمش المواسم في بعضها ما تغلطش نفس الغلطة تاني تحاول على قد ما تقدر أن أنت تعمل جاب ما بين المسلمين وتاخد فترة راحة صحيح مش هتبقى كافية قوي لكن هو ده المتاح دلوقتي إنما لو كنا لعبنا البطولة العربية مع ضغط المباريات اللي فيها كل 48 ساعة بتلعب وعدد مطشط كبير والأهلي لما يدخل بطولة طبيعي أنه هو بيفكر أنه ياخده البطولة وينفس عليها فإن كانش هيبقى مقبول أبداً أن النادي الأهلي يروح عشان يخرج مثلاً من الدور الأول ويرجع مع ضغط المباريات كان متوقع جداً أن اللعيبة تيجي في نهاية الموسم اللي قد تعتها ما تبقاش أحسن حاجة أنهم حتى يزهقوا يعني إحنا شفنا من أكتر مباراة لما كولر قرر أن اللعيبة تاخد 48 ساعة راحة ولا كأننا خدنا بطولة احتفلوا بيه في الملعب وبقاشلوه وكان في أفراح لأن بس 48 ساعة راحة فاللعيبة كانت واصلة المرحلة أو بالتأكيد هي واصلة المرحلة من الزهق كمان بسبب تلاحم المباريات والضغوط أن هما كانوا محتاجين شيء من الراحة فكان قرار حكيم جداً ما بصناش أو الفلوس ما زغللتش عين النادي الأهلي أو دارتهم الجواز المالية بتاعة البطولة كبيرة وتعلى الأهم بالنسبة لنا هي راحة اللعيبة عشان نقدر نعمل إن شاء الله الموسم الجاي بنفس القوة بتاعة الموسم ده وأفضل لأن احنا طبعاً الطموح دايماً بالنسبة لنا بيكون أعلى إذا كنا خدنا برونزيت كاس العالم فإحنا أكيد بنفكر أن احنا ناخد مركز أفضل في البطولات الجاية نحافظ على البطولات اللي احنا بناخدها أو اللي خدناها في السنة اللي فاتت دي ونبني عليها أكثر فهو قرار حقيقة أنا شايف أنه قبل ما يكون قرار يعني فيه ناس بتاصفوا بأنه هو قرار عظيم هو قرار منطقي يعني هو بس إحنا مش متعودين إحنا نفكر بالمنطق يعني فعشان كده هو أهمية القرار أو البومنج اللي عملوا القرار إن القرار منطقي في زمن إحنا في زمن اللا منطق زي ما بنقول ترجمة نانسي قنقر